توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بلغيط إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة هي الأولى له مذو توليه مهام منصبه عام 2016 تلبية الدعوة التي طلقها من الحكومة التركية وقال المتحدث باسم الأمين العام أنه من المنتظر أن تشهد زيارة التباحث مع الجنب التركي حول الأوضاع المستعرة في المنطقة عموما وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بشكل خاص في ضوء الاهتمام الكبير الذي تحظى به من الطرفين وضف أنه من المتوقع أن يبحث الجنبين أيضا عددا من الموضوعات السياسية ومنها تعزيز العلاقات والتعاون بين الجامعة العربية وتركيا أخذا في الاعتبار الدورة ونشاط تركيا على الساحة الدولية وأيضا بالنظر إلى العلاقات المتميزة حاليا بين الجنبين في العديد من المجالات ومواقف تركيا الإيجابية إزال قضية الفلسطينية وأوضح المتحدث أن أبو الغيت سيشاركه في افتتاح الدورة الخامسة عشر لمتدى التعاون الاقتصادي العربي التركي الذي سيعقد بعد غدا الخميس في مدينة إسطنبول ترجمة نانسي قنقر